الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا هذه الأيام أصبح يشكل قلقاً أيضاً للتجار الذين يخشون من إجراءات جديدة رئيس جمعية التجار قال لشرق نيوز إن المتعاملين في هذا القطاع ما زالوا متقييدين بشروط الوقاية الصارمة لكن بعض المواطنين لم يحترموا مطلقاً هذه الإجراءات نعم للأسف لاحظنا ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19 فيروس كورونا وهذا شيء مؤسف لذلك نحن في الجمعية الوطنية للتجار والحلافيين نجدد التأكيد على ضرورة الملتزان في شروط الوقاية خاصة لبس الأقناء الواقية واحترام التباعد الاجتماعي لكن بالمناسبة أيضاً لاحظنا تهاون عند عدد من المواطنين والمواطنات في مجلس إرتفاع بشروط الوقاية ولا يعتقد رئيس الجمعية أن تعود السلطات لإغلاق بعض النشطات التجارية من جديد لأن ذلك حسبه سيكون صعباً جداً على التجار طبعاً نعتقد أن الحياة الاقتصادية والنشطات التجارية والحلافية غير مستعدة لإعادة الغلط مرة ثانية خاصة أن زيادة عدد الإصابات بكوفيد-19 ليست لها علاقة بالمحلات فتح المحلات أو غلق المحلات لاحظنا عندما أغلقنا المحلات عدد المواطنين لا يتزمن بشروط الوقاية وعدد الإصابات كانت فيه أيضاً عندما فتح المحلات أيضاً زيادة حالة الإصابات هذا يؤكد أن غلق المحلات أو فتح المحلات لا يوجد علاقة بزياد الإصابات ولم تكشف السلطات في الجزائر عن أي إجراءات جديدة حتى الآن للتعامل مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وكغيرها من دول العالم تعرض الاقتصاد في الجزائر بجزئه المتعلق بقطاع الخدمات لأضرار بالغة لم يتم تقييمها حتى الآن اشتركوا في القناة